كل ما فعلته كان من أجل تميم كلها أما الحرام فهو الجوع الذي ينهش أتساد الفقراء والضعفة وهو من أنطق هذا السيف لا أخذ القوت إلا ممن استأثر بكثيره ومنع قليله عن خلق الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كما ترى البيت قريب من السوق وقريب من تجارته يا فيب الغرض كم يجعر؟ خمسة دراهم مسبقا وأنا قبلت عشر أظن أن قمتك طويلة بضعة أيام لا أكثر سمعت هذا القول كثيرا هل في هذه المدينة شجر الغضاء؟ هل أرى من هذه الدار؟ أجمس هيل هل أستطيع أن أطلق بصري إلى الأفق؟ فلا يرده حاجز أو ساتر؟ لا أظن ذلك إذن خيبت في راستك أفقك الله هذا مفتاح الدار السلام عليكم تتولى هذا الموضوع بنفسك يا صاحب الشرطة إن لم نكن أشداء على من يقطع الطريق وينهب القوافل ستذهب هيبتنا ولم نستطيع أن نسيطر على الناس أرسل الرجال في كل النواحي يبحثون عنهم ويتتبعون القافلة منذ خرجت من الشام لا تهون في هذا الأمر يا صاحب الشرطة ولن أرضى سوى بمعرفة ما حصل أمر مولاي دعوني الله إن هي إلا أيام وسيكون عندنا الخبر اللقين موسيقى 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 هذه لك وهذه لصويحبتك موسيقى موسيقى كم هي جميلة يا أبي جميلة حقا إنها أجمل ما نملأ موسيقى بقي لك شيء في السوق لا حاجة لي يا أبي لكن قلت أن أعرج عليكما لأرى أن كنت ماضي حاجة إلى شيء لا شيء ألك حاجة أيها الرجل موسيقى 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 أتمنى موسيقى 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 سنذهب يا أبي وحبتكم السلامة لم تسمعني قلت لك ما حاجته كنت أريد أن أشتري آنية لأمي ولكن لا أبعث سأحضروها لتختارها فلا أدري ماذا تريد شكرا لك وقد تعرضت لغة العربي للنحط والتغيير بتغير الأزمان والعثور كما تنحت الريح الصخرة كالصماء فسقط عن ألسنتهم العديد من المعاني والصفات وجرى على ألسنتهم غيرها قد ذكرت بعض أخبار الشعراء فمن أشعر الناس أيها الشيخ الجليل؟ هل هو ذو القروح؟ أم زهير؟ قد سئل هذا السؤال من قبل فكان الجواب أنظر كيف لم يتفقوا على شاعر واحد بل أفردوا لكل لون من ألوان الشعر شاعرا تفرد به على غيره اللهم لنا لا علينا واجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب هذا صيب من السماء اهتزي يا ذات الصدع أمسكي ماءك أنبتي سرعك ينتفع به خلق ربك الحمد لله الحمد لله تبارك الله تبارك الله تبارك الله هل كنتم تستمتعاني بالطلصص ورائي؟ الحقيقة يا مالك أننا أحببنا أن نفاجئك بحضورنا مالك نحن هنا في البصرة نعلك أخبار القوافل القادمة والمغادرة وربما يكون لنا فيها معنا وقد أحببنا أن تكون معنا لي طلبون عندكم انفذتمو ربما ساعدتكم ننفذ ننفذ ما هو؟ في المدينة تاجر يهودي تتعاملوا بالربا تذهبان إليه بحجتي شرائي أو بيئي أي شيء على أن تأتياني بأخباره هذه بسيطة من هو؟ السلام عليكم وعليك السلام يا أباح الضباب كنت في طريقي إلى البصرة ووجدت هذا لعلها سقطت من قافلة مرت من هنا وليس لي بها حاجة خذاها وتقاسمها بارك الله فيك يا أباح الضباب قل تجلس قليلا علي أن أكون في البصرة باكرا فلدي ما يشغلني السلام عليكم وعليك السلام اشتركوا في القناة السلام عليكم وعليكم السلام ما هذا الصوت؟ صوت حمار ارتعينا أن نبدأ بتجارتنا على الفور فاشترينا ذاك الحمار ليساعدنا في أمور التجارة أرسلتكم لتأتيها بالأخبار فأتيتما بالحمار كيف ذلك؟ اشتريناه من التاجر صديقك رجل مسكين اضطر لبيع حماره لكي يأكل بثمن هل لم تقول ألي بأنه يعمل عند التاجر؟ بلى ولكن صاحبك لا يتعامل بالربا فقط بل إنه يبخس الناس وجورهم ويأكل حقوقهم أيضا ليس هذا هو المهم صاحبك سينطلق في قافرة للشام كنت ألقاك بين الغبا صرت ألقاك في سوق كالتجار الحمد لله على سلامتك أرى أن المقام قطال بك هنا أنت تعلم أين يطيب لي لكل مرين ما يتعلق بي قلب قل لي ما صنعت بالقافلة انتظرت حتى جاءت قافلة ابن عامل فدخلت فيها ثم وزعناها على أهل القبيلة هيا فلنقادر هذا المكان هيا تفضل ما حاجتك أريد خاتم أنت الزينة اختر ما تشاء من هذه الخواتم وأيت الكثير منها عند غيرك لم يعجبني شيء انتظر عندي ما ليس عند أصحابي خاتم صنع على أيدي مهرة مصنع بلاد فارس حجره فريد ليس له متيل كم ثمنه فقط عشرة ألاف درهم أوليس بغض الثمن ليس باهظان على من أراد أن يتفرد حسنا اشتريته هناك العديد من الآراء في أصل اللغة العربية عند قدماء العرب منها أن اللسان العربي سابق على العرب أنفسهم فزعموا أنها لغة آدم عليه السلام عليه السلام أما قريطة ابن أنيفن التميمي فهو شاعر جاهلي لم يصلنا من أشعاره إلا القليل من أشهر أشعاره قصيدته التي يمتدح بها بني مازن من تميم حيث يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بني اللقيطة من ذهل ابن شيبانا إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم قاموا له زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا هذا من أشهر أشعاره التي وصلتنا لم أستطع أن أفعل شيئا أبا حردبا ما أسعدنا بقدومك أقد اكتمل أخذنا من جديد أبا حردبا وما هي إلا ساعات قليلة فقط ونخرج مان من جديد ومن قال بأننا سنخرج قلت أريد معرفة أخباره فقط فما بيني وبينه يبقى بيني وبينه ولا شأن لكما به ولكن القافلة ستنطلق فجر الغد اذهبا وأتيا بالطعام فصاحبنا لم يذقوا منذ دار هيا هذا الخاتم الذي تلبسه كأني رأيته من قبل من أي صائغ اشتريته؟ لقد صدقني الصائغ القول حين قال لي أنه من صنع بلاد فارس وأن لا مثيل له أها لقد تذكرت إنه لصاحبي أبي حمدان كان يتباهى به وإن والي البصرة مهتم بالأمر أي مهتمام الحمد لله أخشى أن نعتاد على الطعام الكثير فتخمل أجسادنا وتثقل أقدامنا عن العدو أريح أجسادكم لنرى ما نحن فعلون غدا سنمضي أنا وشضاط في شأن لنا نبحث فيها عن رزق أي رزق هذا الذي تبحثون عنه في الليل؟ هذا شأننا نراكم صباحا هيا يا أغوي هيا قبل ما جئي عرشت على بيتك ماذا؟ وكيف أحوالهم؟ بخير إلا أن أمك وجدت عليك وتسألك أن تتعجل بالعودة المتوجود موسيقى 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 المترجم للقناة 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 افتعد المترجم للقناة 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 أي خاتم الخاتم الذي أعطيته إياه هو منبعه للتجري في السوق علينا أن نغادر البصرة الثورة نتركها نتركها وقد كدنا أن نغلق باب الفقر فيها قويث على حق نحن لم نختر هذا الطريق لكسب عيش أو تحقيق غنى إنما قدتنا الأقدار إليه لأن أخرج من البصرة إلا ومعي خالي وإن كان في هذا هلاك هو هكذا إذا هلاك مالك غالك في السجن لأن أخرج من البصرة دون خالي ولا أرغمكم على مساعدتي ولا أجبركم على شيء إما غنمتموه وأن اختلفت أسبابنا كما هي طرقنا هذه قسمتكم أدفعها خذوها فأنتم أحرار وإني أرى أننا كل فقير من تميم نصيبا مما غنمنا فوالله لو جمعت كنوز الأرض كلها بين يدي لقسمتها على فقرائها هذا نصيبي خذوه إلى بطون بني تميم وأطعمها والله لم تختلف طرقنا يوماً ولن تختلف إن شاء الله وما حاجة سيد من تميم إلى مثل هذا العيش إن لم يكن آلمه ما آلمنا من جوع وعوز وقار فراح يضم بعض ما منعناه عنوة بضم ما حزناه إلى بعضه مالك لا تعين الشيطان علينا فليكن إذن لن نخرج من البصرة إلا وخالك معنا قضي الأمر إذن فلنبع الجواهر والحلي أبا حردبا تشتري الإبل من فورك وتخرج بها إلى تميم الليلة الليلة لا والله لا أترككم وأهرم لست هاربا بل تأخذ المهمة الأخضر والهم لا جدوى من كل ما نفعله إن لم يصل الطعام إلى تميم هيا هيا السلام عليكم وعليكم حسنا لذلك لنخرج عمران من السجن ولكن عليكم أن تنصتوا لي جيدا وتنفذوه بالخطوة لا أبيع إلا كريمة النسل العيطموس اسمعي هذا حتى لا أطيل عليك أريد كل ما لديك من إبن إن رعيتني في السهل ولكن أريدها في الحال ماذا قلت؟ بك ذلك حسنا خذ هذه الآن جحسها في الحال وسأعود بعد قليل وقد تختلف القصيدة في جودة أبياتها من حيث البناء والمعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يذكر فيما مضى أن الشاعر كان يعرض قصيدته على النابغ الذبياني فيقول هذا نظم جيد حتى إذا وصل إلى بيت أعجبه قال هذا هو الشاعر هيا وزعوا ثيابكم وأن لا انتزعت رؤوسكم تكلم يا رجل لا تستهن بفعلتك لو تهاونت معك أنا فلن يتهاون الوالي معك ولا معي لا أزيد على ما قلت شيئا اشتريته من رجل على طريق البصرة ولا أعرف اسمه أيها السجان وقدم الشياطين لا يعلموا في بر هم أو بحر تتبعنا أثرهم على طرق القوافل وكأن الأرض شقت وابتلعتهم قرب مضارب بني تمين واصلوا البحث فليأتني أحدكم بنبأ يقين هذا شأن عظيم الخطورة قل لي ألم يتكلم الرجل الذي باع خاتم التاجر حمدان لا يا مولاي لم يزد شيئا على ما قاله أحضره لي في الحال أمر مولاي أشعل نارا مربوطا لذلك نحن لا نأخذ أحدا بالظن حتى لو وقر في نفسي غيره اسمعي هذا مودي أن أخلي سبيلك ولكن الدلائل ضدك تنمعني إما أن يظهر التجار سالمين أو تحكي لنا قصة الخاتم تعيننا على معرفة مصائرهم قل لا تلقي بنفسك إلى التهلكة يا رجل قل قل أعيدوه إلى السجن أمر مولاي والله لأن أبرأ ظالما خير من أخذ مظلوم بجريرة غيره ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر